الكتاب المقدس الأفعى أو إبليس اللي كان سبب سقوط آدم وحواء وده بيقودنا إلى أن معنى الخطيئة يمكن إحنا عارفين أنه ممكن نتكلم عن خطايا اجتماعية خطايا دينية الخطايا الاجتماعية هو شخص يخت ضد الأعراف الموجودة والتقاليد الاجتماعية الخطايا الدينية الشخص يكسر القواعد الدينية لكن إحنا هنا مش بنتكلم كمان على قواعد الدينية إحنا بنتكلم عن الله خلق الإنسان وهدف الله من خلق الإنسان أن يحيى الإنسان إلى الأبد أعد ليه كل شيء بالضبط وبمنتهى البساطة زي ما يكون والدين منتظرين مولود جديد فبيعدوا له كل شيء فالله خلق كل شيء للإنسان وبعد كده صلطوا على الأرض يمكن يساعدنا كتير وإحنا بنتكلم عن معنى الخطيئة أن إحنا نفهم أن الله لما خلق آدم لم يخلق شخص خلق جنس عشان كده في سفر التكوين واحد ستة وعشرين بيقول نعمل مش آدم كشخص لكن نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا وهنا آدم بيمثل الجنس البشري دي لا نظرية ولا فلسفة ده الكتاب المقدس جال كده ورسول بولوس بيتكلم بيقارن بين آدم اللي بيمثل الجنس البشري الساقط آدم الأول الآدم الأول اللي بيمثل الجنس البشري الساقط والمسيح آدم الأخير الذي يمثل الجنس البشري المفدي المخلص فهنا بيقارن بين شخصتين فأنا كمان لو أنقرت تاريخية آدم وشخصية آدم كشخص تاريخي في التاريخ هيقودني إلى إنكار أن المسيح شخص تاريخي في التاريخ وطبعا كل التاريخ والأدلة بتؤكد أن المسيح شخص تاريخي وجده في التاريخ وآدم شخص تاريخي وجده في التاريخ